اشتركوا في القناة لكن هو الشمال الغربي سيعود مجددا بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة ويكون نشط على فترات تعرف على أجوانا أكثر حاليا الرياح الشمالية غربية إلى متقلمة الاتجاه خفيفة السرعة سرعة الرياح حاليا 8 كيلومتر في الساعة ودرجة الحرارة حاليا 37 درجة مئوية الرطوبة النسبية 15% الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر سما صافية الوضعية هذه ستستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة كحد أقصى تصل في سرعتها 28 كيلومتر في الساعة سما صافية ودرجات حرارة بوجه عام تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية في أغلب المناطق والبحر خفيف إلى معتدل الموج اليوم وأيضا يوم الغد البحر سيكون من 1 إلى 4 قدم الفترة هذه من فترات الحمل الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة فرص الهواء الكوس على المناطق الساحلية أثناء تقلب اتجاه الرياح الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خلال المساء وأيضا الرطوبة ستكون محصورة فقط على المناطق الساحلية الرطوبة نسبية يوم الغد ستكون موجودة ويانا لكن بعد ذلك سيرجع الهواء الشمال الغربي تدريجيا وتتراجع نسب الرطوبة المتوقعة في يوم الغد أجواء حارة درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء حارة ودرجات الحرارة أقلها سيكون في سواحلنا الجنوبية تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية وفي البحر في جزرنا الجنوبية تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية خلال المساء الرياح ستكون خفيفة إلى معتدل السرعة أيضا من 8 إلى 28 كم في الساعة متقلبة الاتجاه إلى كوس أحيانا خلال المساء مع سمة صافية البحر بإذن الله سيكون خفيفة إلى معتدل الموج خلال النهار وأيضا خلال المساء من 1 إلى 4 قدم والفترة هذه من فترات الحمل المد الأول بإذن الله ساعة 1 و30 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 1 و43 دقيقة ظهر والجزر الأول ساعة 57 و52 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 8 و12 دقيقة مساءا المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 4 و11 دقيقة والشروق الساعة 5 و31 والمغرب الساعة 5 و56 دقيقة أما النقص المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء حارة ستستمر ويانا وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة قادم مع عودة الرياح الشمالية الغربية بشكل ملحوظ ونشاطها الأجواء حارة لا تزال ويانا خلال هذه الفترة خلال فترة النهار خلال فترة سهيل الاعتدال فقط يكون في الفترات المتأخرة من الليل والفجر الاعتدال التدريجي خلال النهار ما راح يكون إلا بعد تساوي الليل والنهار بإذن الله في الكويت بتاريخ 27 تسعة بعد تساوي الليل والنهار تبدأ ساعات النهار وساعات التسخيم بالتراجع تدريجيا وهذا الأمر ينعكس على درجات الحرارة خلال النهار باشر العظمى 46 والصغرة 26 والرياح متقلبة الاتجاه الشمالية غربية خلال النهار إلى متقلبة الاتجاه ومن ثم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة بواجهة العام متقلبة الاتجاه راح يكون الهوى كوس بشكل ملحوظ في يوم الأربعة مع السماء صافية والإحساس بالرطوبة راح يكون موجود ويانا يوم الغد بإذن الله يوم الثلاثة وأيضا يوم الأربعة والإحساس بالرطوبة راح يكون محصورة على المناطق الساحلية سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة 44 العظمى والصغرة 25 درجة مئوية لكن الهوى الشمالي الغربي والشمالي الغربي راح يعود ويانا الشمالي إلى شمالي الغربي في يوم الخميس 45 العظمى والصغرة 24 درجة مئوية من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح راح تكون نشطة على فترات أتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري في فرص للغبار المثار خاصة على المناطق الصحراوية في يوم الخميس وأيضا في يوم الجمعة سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى 6 و 7 قدم نعظم 43 و الصغرى 24 درجة مئوية الانخفاض منحوظ في درجات الحرارة لكن لا تزال الأجواء حارة حتى الآن فوق 40 درجة مئوية بعد تراجع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية مع نهاية هذا الشهر بإذن الله يكون الإحساس تدريجيا بالاعتدال قد ابتدأ استبدنا الله أيضا 43 و الصغرى 25 والهوى الشمالي غربي من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة نشط على فترات وارتفاع الأمواج يصل إلى 6 قدم أيضا مزعج للحداقة فرص الغبار المثار أثناء نشاط الرياح الشمال الغربية سيكون هذا الأمر وارد خلال فترة النهار فقط على المناطق الصحراوية والمكشوفة أعزائي المشاهدين الأجواء الحرارة مستمر رويانة لكن هناك تراجع بسيط في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة الاعتدال التدريجي النسبي في درجات الحرارة يبدأ بإذن الله بعد تساوى الليل والنهار في نهاية هذا الشهر أو بعد تاريخ 27 أجواء حارة هوى الشمالي غربي باشر وعقب باشر في فرص للرطوبة خاصة على المناطق الساحلية بعد ذلك رح يرجع الهوى الشمالي نشط ويعود الجفاف معه أشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة